موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في قناتكم التعليمية النهاردة ان شاء الله هنبتجي مع بعض اول درس فيه كورس jQuery طبعا jQuery تعتبر مكتبة من مكتبات الجواسكريبت طيب تفرق ايه من جواسكريبت او ايه وزفتها jQuery بتخليك تكتب كود الجواسكريبت اللي انت كنت بتكتبه كدير جدا او كود اد كتب لأ تكتبه لك في سطر واحد يعني بتسهل عليك كتابة الكود بطريقة جميلة جدا 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 دي حاجة التانية بتديلك امكانية ان انت تعمل animation بطريقة رهيبة جدا وهنشوف الكلام ده عملي مع بعض يعني بتعمل حركة للموقع بتاعك وتستخدم بقى drop down وتستخدم animated وتستخدم حاجات كتيرة جدا جدا من خلال jQuery وهتحبوها جدا ان هي سهلة مش صعبة يعني هو يعتبر الكورس ده كورس سهل جدا وهنشوف اهمية الـ framework ده عاملة جدا بالنسبة للمطورين كله طيب تعالى نمتدي مع بعض كده نعرف ايه هي الـ jQuery انا بقول لك هنا jQuery is the fast and conscious javascript library يعني بتعتمد على اكتب الجواسكريبت او تعتمد على الجواسكريبت او اعتمد على الجواسكريبت ازيسا وتنشأت بايد جون ميزنج سنة 2006 مع اسمته اللي هو write less do more يعني دايما كان بيحب يقول انه اكتب اقل ويعمل حاجات كتيرة طبعا كود الجيكويري فعنا بيعمل كده بيخليك تكتب وليل جدا زي ما نشوف و هتلاقي بيعمل لك حاجات كتيرة جدا طيب جيكويري simplified HTML document يعني بيكتب داخل كود HTML عادي فالو زي الجاباسكريب والجاباسكريبت او jQuery is a javascript toolkit هي مقترب المراتبات او بسعادة من رأي الفريمورد designed to simplify various tasks by writing less do more بكتاب كود قليل جدا ايه هي الفيتشر بتاع الجيكويري او الفيتشر بنستخدامها DOM manipulating DOM والPOM طبعا بتاع الجاباسكريبت طبعا مشارحناهم وعرفنا عنية DOM يعني تقدر تتعامل مع جيكويري تقدر تتعامل مع DOM اللي هي خاصة بالجاباسكريبت وفي تتعامل كمان مع الـ event معالج الأحداث jQuery offers an elegant way to capture a wide variety of events such as user clicking يعني هنتعامل مع كمية events أحداث زي الماوس هوفر ماوس داون ماوس أب في عندنا on click في عندنا كمية من الـ events الموجودة في الجيكويري جميلة جدا ونستخدامها واهم حاجة موجودة في الجيكويري ان هي Ajax support طبعا دي ميزة مهمة جدا جدا وطبعا كلنا عارفين الـ Ajax technology وأهميتها بالنسبة لنا وان شاء الله بإذن الله هندرك الكورس في الخناة برضو هنشرح فيه Ajax وأهميتها ايه Ajax بالنسبة لنا طيب يعني قلنا كده ثلاثة فتشورة للجيكويري مهمين جدا ضم ايه تاني animation وهي دي اللي لسه إلهم شوية الحركة والحيوية اللي بيعطيها الجيكويري للموقع بتاعك وكمان light white قليلة جدا الحجم حجمها قليل جدا يعني أقول لك ما بتعديش 19 كيلو بايت وكمان cross browser support يعني تتعمل مع جميع البروزرات الموجودة ودي ميزة مهمة جدا عشان ما ينفعش ان انت تستخدم تكنولوجيا ما ينفعش ما تتطبع على بعض البروزرات المشهورة لا يبقى انا بجيب حاجات تكنولوجيا نقدر نطبعها على معظم او support it all browsers بتستخدمها او most all browsers طيب ازاي استخدم الجيكويري طبعا زي ما احنا شرحنا في اا الموتستراب في عندنا ترقتين يا اما بتعمل download المكتبة من خلال الانترنت من خلال الموقع اللي قصدنا ده خلاص وبنحمل الفايل عندنا او الفولدر وبنفك الضغط عنه وبنحطه داخل الفولدر بتاع البروجيكت بتاعي ونبتدي نربطه من خلال الرابط اللي تحت دوت وكتب بدل موقع الانترنت بكتب الفولدر اللي موجود فيه المكتبة بتاعة الجيكويري الطريقة التانية عن طريق cdn based versions اللي هو مكتبة موجودة على الانترنت خلاص بس خد بالك ان مشكلة cdn ان انت لو مش متصل بالانترنت مكتبت الجيكويري مش هتشتغل فنفترض ان انت مثلا في مكان مخوش انترنت وعايز تجرب الويبسايت بتاعك وانت رابطه بجيكويري او cdn طبعا مش هيشتغل معك مكتبة الجيكويري تمام الطريقة التانية الآن لسا عاجل بقى بعد ما حملنا اللي هو لا بنيجي نربط على طول بالرابط المكتبة على الانترنت الموجود قصادنا ده او ده خلاص زي ما انتم شايتين مش كده شباب يبقى عرفنا كده في الفيديو ده طبعا مش هشتغل عملي في الفيديو ده ده مقدمة نعرف الجيكويري اهميتها ايه ووظفتها ايه وهتفيدني فيه في الويبسايت وهنبتدي ان شاء الله من خلال فيديو القادم بإذن الله نبتدي نتعامل ونشتغل ونربط الويبسايت بتاعنا بالجيكويري عشان نشوف بقى حلاوة الجيكويري هتعمل لنا ايه طبعا فيه فريمورك كتيرة جدا غير الجيكويري ونحاول بقدر الامكان نشرح على قد ما نقدر معظم الفريمورك الخاصة بالجاباسكريبت هي الجاباسكريبت هي الاساس تمام الجاباسكريبت جميلة جدا لازم نتعلمها كلنا وبعد كده ندور على ايه فريمورك هتهندل لنا الدنيا وتخلي كتابة الكود بطريقة سهلة وطريقة اقل اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم والشرح يكون بسيط واللي عنده اي استفسار او عايز يسلع اي معلومة اكتب لتعليق تحت الفيديو وانا هتواصل معه واتنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير للفيديو لو اعجبكم واتنساش تفعل الجرس عشان نجيلك اي فيديو جديد وانا نلتقي في الفيديو القادم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته